السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمد الله تعالى ونشكره ان وفقنا وياكم وجمعنا على مأدبة القرآن الكريم الكلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين نواصل حديثنا مع سورة الانعام ننظر ونتأمل ونستنبط ونحرص على ان نتبرك مازلنا مع سورة الانعام المسمات بسورة الحجة التي نزلت على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة قبل الهجرة وهي من المفصل من المطول كنا قد وصلنا ايها الاحباب الكرام الى الاية مئة وسبعة وعشرين الاية مئة وسبعة وعشرين من سورة الانعام والتي يقول فيها رب العزة بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشأكم من درية قوم اخرين انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ايها الاحباب الكرام نسعى الان لفهم هذه الايات البينات رب العزة يقول بدألنا الآية مئة وسبعة وعشرين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون توقفنا في حلقة الامس عند هذه الآية وكان قبلها ربنا يتحدث عن اهل الايمان عن من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام من احبه الله ومن اراد به الخير شرح صدره للدين وهيئ له الاسباب وفتح له الابواب اذا ربك اراد بك خيرا ماهد لك الطريق لانك انت طرقت الباب من طرق الباب ربنا يفتح له الابواب المغلقة فربنا يمدك بالعطايا والامدادات اما من اعرض ونأى بجانبه اما من استكبر اما من ظن انه يفهم بعقله وفكره وغير محتاج لوحي الرحمن هؤلاء ربنا يغلق عليهم الابواب ويتركهم في دائرة ضيقة يحومون حول انفسهم ويظنون انهم يسيرون كثيرا وهم لا زالوا لم يبرحوا مكانهم ومن يرد الله ان يضله ما يفعل له يجعل صدره ضيقا حرجا او حرجا كما كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء اعجاز علمي في صعود البشر الى اعلى السماء يقل الاكسجان وهذا هذا مما يدل على الاعجاز القرآني وقد تم اكتشافه لما حول اول بشر ان يصعد الى القمر وقال له اغتناق في الصدر وتم التأكد من ان هذه حقيقة علمية ربنا لما فرغ من هذا الكلام واتنا على اهل الايمان ماذا قال لهم يا اهل الايمان لهم دار السلام عند ربهم دار السلام هي الجنة ربنا سمها دار السلام الجنة لها اسماء كثيرة دار الرضوان الفردوس عندها عدة اسماء ومن بينها دار السلام لان الانسان يعيش فيها بسلام سلاما روحيا وسلاما معنويا سلاما مع نفسه سلاما مع ربه سلاما مع الناس اجمعين الناس يعيشون اخوانا على سرور متقابلين ربنا ينزع من قلوبهم كل غل لهذا سمها دار السلام يا رب يا رب لا تحرمنا من دار السلام يا رب اكتبنا اكتبنا واحببنا جميعا اكتبنا يا رب من سكان دار السلام ثم قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم يعني ان الله تعالى يتولى تدبير شؤونهم ويلطف بهم في جميع امورهم ويعينهم حتى على طاعته يا سلام لما يلمس ربنا فيك ايها المؤمن ويا ايتها المؤمنة الرغبة صادقة للهداية وللرشاد فان الله جل جلاله يتولى امرك كن مطمئن جميع شؤون حياتك لا تقول انا انا وحيد انا منكسر الجناح انا ضعيف انا قد تجاوزني القطار اياك ان تقول هذا الكلام قل انا حتى كلمة انا لا تقولها قل مع الله مع الله الله تعالى يتولى امرك كله كل جزئية وكلية من حياتك ربنا يتولها رزقك مضمون صحتك مباركة علاقتك مع الاخرين كلها نجحة واذا وقع لك اي اي شدة من الشدائد انما هي عبارة عن منعرج وحدد بالفغاج هي منعرج اراد ربك عز وجل ان يدخلك الى طريق اخر كبير وعريض وكله خيرات وبركات المؤمن ما عنده اكتئاب المؤمن ما عنده شعور بالفشل المؤمن ما عنده شعور بالنقص ولا بالخسران والوبار والوبال ابدا المؤمن دائما ناجح دائما يشعر بانه سعيد وانه موقن بان الخير سيكون حليفة لماذا لان الله وليه الله اذا كان وليك يعينك على كل شيء حتى الطاع حتى الصلاة والصيام وتلوة القرآن ربنا يعينك يحبب اليك الايمان وهو وليهم بما كانوا يعملون وانت تعمل الصالحات وتسعى في الخيرات ربنا سوف يجعلك قريبا منه وهذا الدليل كما يقول بعض اهل الكلام من اصحاب الفكر العقدي بان هذا الامر لا يكون بالتمني بل يكون بالعمل يعني بما كسبت انفسهم لابد ان نعمل لابد ان نشمر عن سواعدنا لابد ان نقرأ القرآن ونتأمله اول طريق هو ما نقوم به الان ايها الاحباب كراءة القرآن وتأمله واستعابه يعطيك الله طاقة لكي تصلي في الوقت ولكي تعمل الحسنات ولكي تشجن بالسيئات ولكي تسعى الى رضوان الرحمن هذا معنى قول الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ثم ينتقل المولى عز وجل للحديث عن قوم آخرين للأسف اناس باعوا دينهم بدنياهم اناس يبحثون عن المال يبحثون عن المجد عن السؤدد من غير طريقه يسلكون مسالك شتى وسوف يذكر ربنا عز وجل لهذه المسالك المتنوعة في هذا المقطع ربنا سيتحدث عن السحر وعن المشعودين وعن الذين يبحثون عن الماورائيات عن أشياء روحانية غريبة بعيدة عن عمق الإيمان وصدق التديهم ماذا يقول رب العزة يقول ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم علم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الحق عز وجل يخاطب الثقلين ويوم يحشرهم جميعا من؟ الثقلين يعني الإنس والجن لأنهم هم المقصودون بالحساب كل المخلوقات في الوجود الملائكة والحيوانات وباقي الكائنات غير مكلفة التكليف ينصرف لإثنين الإنس والجن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذين العنصرين في الكون كله هم المطالبين بالتكليف غيرهم غير مكلف البهائم والحيوانات والوحوش والملائكة والنجوم والكواكب والسماوات والأراضين لأن ربنا عرض عليهم الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فالذي تحمل الأمانة هو الإنسان وربنا أشرك الإنس والجن في العبادة فيتحدث ربنا عن ما سوف يقع بعد فناء العالم وبعد أن يموت الناس كلهم ويأتي ما يسمى بنظرية انفجار الكواكب هذا يسمى يوم البعث والنشور لكنه لم يقع بعد كيف ربنا يحدثنا عنه الله تعالى ما عنده ماض وحاضر ومستقبل لأن هذا مرتبط بالزمان والمكان والله خالق الزمان والمكان فهو لا يحتويه لا مكان ولا زمان رب العزة لأن الزمن والمكان مخلوقان وهو الخالق جل جلاله طبعا صعب أن نستوعب هذه المعطيات لأن عقلنا مبرمج على أشياء دنيوية بسيطة هذا أمر كبير خاص بالدات الإلهية ربنا لا يحتويه زمان ولا مكان فالزمان والمكان مخلوقان والله الخالق ربنا يتحدث عن المستقبل البعيد وكأنه يراك قد حدث ويوم يحشرهم جميعا من التقلين الإنس والجن يعني من ضل منهم ومن أضل غيره سيحشر هؤلاء الذين هناك فئة ضلة وفئة مضلة فئة كانوا زعماء كانوا رؤساء الضلال وفئة كانت تابعة كانت تصفق وكانت ترفع الحناجر بالصياح تتمينا على ما يقول هؤلاء وكلهم كانوا للأسف في ضلال يقول لهم وبخا للذين أضلوا الإنس وزينهم الشر وأزوهم للمعاصي يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني الجن ساهم في إضلال الإنس هناك علاقة علاقة قوية هذا المقطع أيها الأحباب الكرام سنتحدث فيه عن العلاقة الخفية التي ربما نسمع عنها والكثير قد لا يصدقها ويقول وهي لا تخضع للأبحاث العلمية وهل ممكن للمنطق العقلي أن يقبلها نقول هذا الوحي الإلهي يتحدث عنها الوحي الإلهي هو أعلى من المنطق العقلي الوحي الإلهي هو أعلى من التجربة العلمية لأنه من عند رب العالمين يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس أي قمتم بإضلالهم وصدهم عن سبيل الله ربنا يحاسبهم ويعاتبهم كيف أقدمتم على محارمي؟ كيف قمتم محاربين لله؟ أولئي الطائفة من الجن والإنس والعياد بالله سيكونون من الغافلين أو من الضالين ربنا يقول لهم لماذا قمتم بهذه الأمور المحرمة بالشرك والظلم والإفساد لماذا؟ اليوم قد جئتم بين يدي والآن سوف أوريكم عذابي ليس لكم عذر به تعتدرون لا ملجأ إليه سبحانه وربنا لم يذكر لهم اعتدارا لأن اعتدارهم كله غير مقبول والعياد بالله لكنهم بدأوا يقولون أولياء من الإنس أبدأوا عذرا غير مقبول الجن لم يتكلموا ولكن الإنس سيقدمون العذر ماذا قالوا؟ قالوا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض أي تمتع كل منا بالآخر هناك جن استمتع بالإنس وهناك إنس استفاد من الجن هذه علاقة وشاركة قوية من أخطر الشركات وأقدم الشركات في تاريخ البشر تكون بين الإنس والجن ينتفع بعضهم ببعض ويستمتع بعضهم ببعض الجني يستمتع بطاعة الإنسي له وتعظيمه واستعادته به والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغ سبب خدمته فكل منهم يقدم خدمة للآخر ويحصل على بعض المنافع إما حوائش دنيوية وإما غير ذلك وهذا مشاهد كان أيام زمان في الأمم السابقة وكان في الفترة الجاهلية وكان في كل محطة التاريخ وفي عصرنا هذا هناك أقوام يعيشون في ربط علاقات شراكة مع الجن ويقحمون أنفسهم في عالم البشر حتى في عالم السياسة حتى في عالم الاقتصاد حتى في عالم الزواج والطلاق معظم حالات الزواج والطلاق في المحاكم وربما الناس يحللون تحليلا ظاهريا أن المشكلة عبارة عن عقد نفسية وأزمات مالية وشروط المدونة لأسرة لا ليس كلها كذلك جزء كبير منها عبارة عن تدخل الإنس والجن للتفريق ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه كثير من أصحاب التجارات الآن ناس عندهم تجارة كبيرة عندهم مشاريع اقتصادية توقفت ليس طبعا بسبب الأزمة العالمية أو جوريس كورونا هناك من توقفت تجارته بسبب أعمال سحرية وتسخير للجن تقاف في التجارة لا بيع ولا شراء اسألوا الواقع يصدق كل هذا الكلام هناك أناس عندهم مشاريع اقتصادية أصابها الوبار الوبال وتوقفت نهائيا وكذلك هناك حتى في عالم السياسة أحيانا الصراع ما بين الفاعلين السياسيين والنخب المتقفة قد يدخل فيها شيء من هذا القبيل في كل شيء وهذا ليس جديدا عبر التاريخ وفي عصرنا وسيبقى دوما لأن القرآن الكريم خطاب عالمي وخطاب كوني إلى قيام الساعة وهنا نريد أيها الأحباب الكرام لكي نوضح هذا الأمر ونزيل الستار عن بعض الأشياء الخفية نتحدث عن هذه المخلوقات طبعا قد يسمعنا الآن بعض التنويريين إما قد يكون من أهل الطب أو أهل الفلسفة أو أهل الفيزياء والكيمياء أو غيرها من العلوم يقول هذا كلام فيه فيه رد كثير وأنه لا ينسج مع العلم والمنطق لا هذا القرآن الوحي الإلهي رب العالمين نحن سنفن أنا وأنت والآخر وكلنا سوف نفن ويبقى القرآن هذا القرآن سمعه الجاهليون وانتقدوه انتقده أبو جهل وأبو لهب وغيرهم أين هم هؤلاء وغيرهم تحت الأرض ساروا ترابا وبقي القرآن الكريم نحن أيضا أنا وأنت سوف نفن قريبا سوف نودع ويبقى القرآن الكريم من جيل إلى جيل إلى جيل إلى قيام الساعة فتعالوا نبين حسب القرآن والسنة من هم هؤلاء المخلوقات وقفة وقفة مؤترة الجان هم كائنات غريبة خلقهم الحق سبحانه وتعالى كما خلق البشر خلقهم من نار والبشر خلقه الله من طين وهم يستوطنون عوالم الخفاء أين يسكنون في عوالم الخفاء في كل مكان من حولنا أي مكان يظهر لك بأنه مهجور وما في خلق ذلك هو موطنهم كلما كان الناس في ازدحام وكان ضوضاء وكان هناك ضياء ونور يبتعدون وكلما كان المكان فارغ أو شاغر يتحولون إلى هذا المكان حتى البيوت البيت إذا كان فيه أهله يأكلون ويشربون ويرفعون أصواتهم البيت ممتلئ بالخير ممتلئ بالرحمة فإذا أغلقه أهله وهجروه وتركوه لسنين سوف يتم استطانه بالجن وهم موجودين في كل مكان وصعب جدا أن نراهم في الأحوال العادية ربنا يقول عن إبليس وجنوده إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم عندهم قدرة أنهم يروننا نحن لا نراهم رحمة بنا الله تعالى سترهم عنا لماذا؟ لأن صفتهم قبيحة صفتهم قبيحة جدا ومن رحمة الله تعالى أنهم سترهم عنا لكن هل لا يمكن أن نراهم؟ طبعا صحب أن نراهم ولكن يمكن لبعض الناس أن يروا هؤلاء الجن في بعض الأحيان الخبارة في هذا الميدان يقولون بأن رؤيتهم ممكن أن تكون ليلاً خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الحادي عشر ليلاً والواحدة صباحاً هنا يظهرون يعني في النهار كله على امتداد 14 ساعة لا يرون إلا في هذه اللحظة الساعة الحادي عشر والنصف إلى الواحدة صباحاً ممكن أن يظهروا وقد جاء ذلك في أحاديث منها قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان المعروف في صحيح البخاري وإذا أرادوا الحلول في العالم المرئي البشري يضطر هؤلاء الجن إلى تقمص أشكال الحيوانات قد يكونون حيوانات أو حشرات ويتنكرون قد يكون هناك حمار وهو جني كلب أسود عقور أو كط قد يكون سرسار قد يكون فأر قد يكون تعبان كل هؤلاء يتشكل فيه عالم الجن قد تصلنا أصوتهم دون أن ندركهم بأبصارنا وهم يتخذون أحجام وأشكال كثيرة قد يتطاول الجني يتطاول 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 حتى يبلغ قمم الجبال وقد يتقلص 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 حتى يصبح صغير الحجم يدخل من تقب إبرة هذه قدرة ربنا مكنها منهم وهم قبائل فيهم الجن الأصفر والأحمر والأبيض والأسود كالبشر البشر هناك الجنس الأسود والجنس الأصمر والجنس الأبيض حسب الصيني ليس هو الأمريكي ليس هو السويدي ليس هو السينيغالي ليس هو اليمني كل واحد له صورة معينة هم كذلك أشكال وألوان وهم يشبهون كثير الإنس جسمهم شديد الشباب الإنسان لكن يختلفون عن الإنسان من حيث رؤوسهم هناك من لهم رؤوس رؤوس كلاب هو إنسان لكن رأسه رأس كلب مستدير الشكل وقد يكون من هو على شكل إنسان لكن وجوههم وجوه أبقار وعجول وجهه وجه بقرة أو عجل ومنهم يكون مثل الإنسان رأسه كرأس الإنسان لكن له عين واحد في الجبهة ما عنده عينين عين واحد في الجبهة ومنهم من يكون وجوههم على شكل الإنسان لكنها طويلة طويلة جدا الوجوه طويلة ومنهم من يكون في جسده رأسين أو ثلاث رؤوس وهم أشكال وألوان منهم من يطير في السماء كالبوم يطير الطيار كما كان في عد سيدنا سليمان عنده قدر الطيران يصبق البوم ومنهم من يغوص في أعماق البحار غسل لحفات الغواص الطيار والغواص وهناك من يمشي على قدمين أو أربعة حوافر كالجمل قد يمشي على قدمين كالإنسان ومنهم من يمشي على أربعة كالجمل ومنهم من يزحف على بطنه كالحية والعقرب وهم مخلوقات يأكلون ويشربون ويتناسلون مثلنا وطعامهم المفضل العظام لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نحرق العظام إذا أكلنا أي لحم إما دي البقر أو دي الغنم أو دي الدجاج يأمرنا أن لا نرمي العظام ولا نحرقها بل نتركها لأن طعام إخواننا من الجن وهي أعظم غدائهم وأحب طعامهم معيدة البقر الروت دي البقر أحب طعامهم بل أنك نقل الكسكس هما عندهم ما تحويه معيدة البقر ويحبون شرب الدم يعشقون شرب الدم ويعشقون الآدميات نتحدث بين الفين والأخرى عن الجن من العاشق يعشقون الآدميات الجن تقول له ما تحب يقول لك الجنة وبعدها المرأة الآدمية لهذا هناك شابات في العشرين من عمرهن وفي الثلاثين بل هناك سيدات في الخمسين ويتعرضن لتحرش جنسي من طرف الجن ومنهم من غايته أنه يتلبس بالإنسان ليمتص منه رحيق الحياة إنه يحب رحيق الحياة لكنهم جميعا يخافون من الملح ولا يقربون الطعام المالح الملح هو عذاب لهم من أراد أن يؤذيهم فليرمي قطعة ملح أو حثلة ملح في بيته يصنعها مع الماء يخلطها مع الماء ويرش بها المكان كلما أراد أن يدخل الجن يحترق من عينيه فهذا هو عالمهم فربنا عز وجل لماذا يقول ويخاطب هؤلاء الذين يعقيدون الشاركة مع الجن ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس استكترتم يعني لو أنكم استفدتم بعضكم على بعض قليلا لا بأس لكنكم عقدتم شركات قوية وتقيلة هناك سحرة وهناك كهان وهناك مشعودين قاموا بأشياء غريبة ومنهم فقهاء وعلماء للأسف في بعض الكتتيب القرآنية وبعض المدارس العتيقة سواء في مغربنا العزيز أو في بلدان عربية كثيرة في السنغال في موريتانيا في الإمارات في اليمن في الهند في الباكستان في البنغلادش هناك من يقرأ القرآن من أجل العبادة والطاعة وهناك من يبحث يبحث عن أسرار القرآن ليصل إلى ما يسمى بالتسخير هناك من يبحث عن الكنوز كنوز الأرض يبحث عن الكنوز وهناك من يبحث عن تسخير الشخصيات الكبيرة عالم السياسة نسمع بأنه قم تم تعيين فلان إزالة مسؤول أمن كبير من منصبه وتم تنصيب مسؤول سياسي كبير في وزارة أو في أي رتبة يلعبون في هذه الأمور هناك دخل قوي في هذا المجال لا تظنوا بأن القضية كلها علمية محضة وهذا ليس غريب هذا قديم فرعون كان عنده سحرة وكان يستعين بهم في تدبير شؤونه السياسية والدوائر الأمنية حتى الاستخباراتية فيها علم جن دائما هناك تعاون بين البشر والإنس منذ زمان في كل الحضارات وكل الأمم ليس غريبا أن نراه الآن في وقتنا المعاصر وبعض الناس يعتقدون بأن هذا سهل هناك طريق محرم فيها كفر وهناك من يقول هناك طريق آخر مشروع كيف ذلك يبدأون بنبي له سليمان هذا نبي عظيم أعطاه الله الملك وأعطاه الله النبوة وأعطاه تسخير أشياء غريبة جدا أعطاه الرياح تمشي شهر غدوة شهر رح شهر أعطاه طاعة الجن والعفاريت والطيارين والغواصين أعطاه كل شيء كما قال ربنا عز وجل ولسليمان الرياح هدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل لو بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه يعني هيكل سليمان الآن الذي في فلسطين ويزعم اليهود بأنه تحت بيت المقدس وأشياء كثيرة من هذا الميدان كان سيدنا سليمان ربنا أعطاه هذه الكرامة يشتغل عنه عنده الجن يقضون له كل الحوائش وهو جالس في مقامه في كرسي الحكم ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بإذن ربه مشروع هذا أمر بإذن الله ولا أحد منهم يستطيع أن يخالف ومن يزر منهم عن أمرنا نضقه من عذاب السعير لا يستطيع أي جني أو عفريت أو شيطان أنه لا يمتتل يعني أخطر من أخطر تكنة عسكرية الانضباط واتباع الأوامر وإذا لم يفعل يحترق إذا لم يفعل يحترق هكذا كان عهد سليمان عليه السلام بعض الناس بدأوا يبحثون في الآيات القرآنية المرتبطة بسي بن سليمان عليه السلام سواء في سورة سبأ أو سورة النمل أو سورة الصفات أو في البقرة مجموعة إشارات هنا وهناك يجمعونها وصاروا يتكلفون تعلم هذا العلم هناك أناس يقرؤون القرآن عوض أن يقرأوا فيه الأحكام الشرعية والتوجيهات الربانية يبحثون عن مراكز القوة مفتاح استخراج الكنوز مفتاح تسيير القرارات السياسية في البلد مفتاح تدبير شؤون الدوائر الأمنية والاستخباراتية مفتاح أشياء عند علاقة بالأموال وعلاقة بالإرادات وغيرها مثلا منهم مثلا إذا أراد أن يستحضر جني من الذين كانوا مع سيدنا سليمان قد يقول آيات معينة وقد يضع بعض البخور ما يسمى بفواكه الجن ويقرأ بعض الآيات كما في قول الله عز وجل بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية إذا قرأتها على جني يحضر وإذا كان إنسان فيه مس والمس غريب وتريد منه أن يحضر لأن الجن يهرب كم من راق يقرأ القرآن على مريض هو يمسك فقط الجسد أما الجن فقد هرب ذهب إلى المحطات وإلى أعالي الجبال وإلى الأدغال وأربما إلى غابة الهافانة وأنت تمسك ذلك المريض أو تلك المريضة وتطرحه ضربا وغير موجود عليك أن تحضره أينما كان تقول أينما تكونوا أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير قد يكون هذا الجن يهرب ذهب إلى الأفاق السماء ذهب إلى كوكب آخر أو لا زال في الكوكب الأرضي في أعماق البحار في القطب الشمالي المتجمد مثلا وإذا أردت أن تحضره يحضر في دقائق معدودات بلا فيزا بلا باسبور بلا أي إجراءات قانونية تقول هذه الآية أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وحينما تقرأ هذه الآيات تصلهم في أدانهم وقلوبهم فيحضرون بسرعة كما قال الله تعالى وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وقد تكون عملية الإحضار بكلمة واحدة كلمة أحضر تعال يحضر إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وتقرأ ما كان يفعله سليمان عليه السلام إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانِ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيْ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين تكرر هذه الكلمات ثلاث مرات سبع مرات وسبحان الله يحضر وحينما يحضر طبعا لن تراه إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونهم لكن سيكلمك هل تسمع صوته يكلمك في عقلك بصوت غير مسموع هكذا يقول أهل الخبرة يكلمك في عقلك بصوت غير مسموع وبعد ذلك بعض الناس يسخرونهم ويستعملون ما يسمى بالقسم السليماني سيد سليمان عليه السلام كان يحكم في عالم الجن ويقول قسما معروفا يعمل بقوة الأسماء منها كان يقول لما يحضر أقسمت عليك بسم الله الحي القيوم الرحمن الرحيم رب جبريل ومكائيل اسمع وأجب وأطع وأسرع بحق ما أقسمت به عليك وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هكذا يسمى بالقسم السليماني أقسمت عليك بسم الله الحي القيوم الرحمن الرحيم رب جبريل ومكائيل اسمع وأجب وأطع وأسرع بحق ما أقسمت به عليك وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وسبحان الله يحضر وتأمر بما شئت ويقضى هناك من يأمره بالخير وهناك من يأمره بالشر هناك من يأمره بالبحث عن كنوز الأرض هناك من يأمره بأن يفرق بين الزوج وزوجته هناك من متخصص في الأحكام في الإفراغ إفراغ الأحكام رأيت بعضهم في نزاع في المحاكم أراد أن يفرغ إنسان من البيت والمحكمة لم تحكم له وسلط عليه جني تلات أيام تلات أيام الرجل حمل كل حقائبه وهرب من البيت بدون أحكام إفراغ قضائية تفريغ والعيد بالله وحينما يحضر يقوم بصرفه كيف يصرف إذا حضر حتى أصحاب الذي عنده مرض مس وقرأت عليه القرآن وتريد أن ينصرف ما تقول له لأن هناك من يجلس ويبخى معك هناك من يمكت لك في البيت ويمكت لك في المحل سوف يؤديك ويؤدي زوجتك وأولادك وكل من يعرفك لابد أن ينصرف كيف ينصرف نقرأ عليه سورة الزلزلة سورة الزلزلة في قول الله تعالى بعد أعود بالله بشد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشكاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشكاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشكاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى لما تصل إلى قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشكاة ليوروا أعمالهم تكرر ثلاث مرات أو سبع مرات ويقع الانصرف سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم هذا كتاب ينطق عليك بالحق انصرف من هذا المكان إلى ما أمرتك به وينصرف وإذا لم يقم بالأمر هناك ما يسمى بالتعديد هناك الانص يعذب الجن وكأنه موظف عنده وكأنه مستخدم يعذبه وهذا ما كان يفعل سيدنا سليمان لما قال ربنا عز وجل ولسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر وأسن له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نضقه من عذاب السعير هذا غيض من فيض في هذا العلم الكبير الطويل فقط اكسفيت بالآيات القرآنية دون أن أدخل في تفاصيل أخرى السادة العلماء والفقهاء طرحوا تساؤل كبير ما حكم الاستعانة بالجن أو تسخير الجن وربنا قد ذكر في هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام بأنهم سوف يعدبون من يتعاونون مع الجن ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجرنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالن فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم التابت كما هو مذكر عند أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبت عنه أنه استعان بالجن ولا حتى الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان فلو كان هذا الأمر فيه خير لما ادخره الله عنهم ثم إن الاستعانة بهؤلاء المخلوقات الغريبة تؤدي إلى تعلق القلب بهم فكم من أحد أراد بنية حسنة أن يسير في هذا الطريق صار قلبه متعلق بعالم الجن وعالم العفاريت وعالم التسخير لم يعد قلبه متعلق بالله لكم أيها الأحباب أن تنظروا إلى مجموعة فيديوهات على قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي ستسمعوا كلام غريب لا أريد أن أعلق عليه أسماء غريبة عن حم الحمر وعن عيش ملحناني وعن تقاف غريبة سائدة 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 جداً بين شباب وبين أناس قد تحترمهم ولكنهم يعتقدون بذلك لأن الاستعانة بالجن قد يكون الطريق ووسيلة من وسائل الوقوع في الشرك ولكن لماذا سليمان عليه السلام كان يفعل هذا؟ العلماء قالوا هذا خاص من خصائص نبيه له سليمان فربنا عز وجل أعطى سائدة سليمان هذه الكرمة ولا يمكن لأحد أن يزاحمه فيها وقد جاء في الحديث عن أبي هريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض علي أو عرض علي الشيطان عرض علي فشد علي ليقطع الصلاة عني فأمكنني الله منه السيبن النبي تمكن من الشيطان ثم قالوا لقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إلي كان عيشت دك الشيطان وقد يربطه فوحت الشجرة سارية فذكرت قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد فرده الله خاسئا هذا سيبن النبي رأى الشيطان أثناء الصلاة وألقى عليه القبض وأراد أن يربطه في سارية لكن لما تفكر وتذكر بأن سيدنا سليمان طلب من الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده تركه ومن يفعل هذا الأمر ربما طاعة هناك من يفعل هذا الأمر طاعة العلماء قالوا يجوز يجوز لمن أراد أن يتسمك خاوي الجن من أجل أن يدعوهم إلى الله هناك من يتصل بالجن لأن هناك من يبحث عن التقافة عن العلم عن الفقه عن الحلل والحرام لأنهم مكلفين بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعلماء قالوا هذا ممكن أن تستخدمه في تبليغ الشرع هناك من تأمره لكي يبلغ الشرع وهذا أمر محمود ويدعو إلى الله هناك جن يدعون إلى الله وقد حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماع من الجن وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم مندرين كما قال الله تعالى إخبارا عنهم وإل صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنسطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين هنا ربنا عز وجل يخبر بأن سيدنا النبي قرأ القرآن واستمع إليه نفر من الجن جماعة من الجن وأقتنعوا به ودهبوا كدعات ودهبوا كمبلغين إلى قومهم وأرشدهم إلى الطريق المستقيم فقالوا هذا ممكن أما أن تستخدمهم في الأمور المحرمة كنهب أموال الناس وترويعهم فهذا محرم الذي يستخدم الجن لنهب أموال الناس كم من أحد هناك في مخافر الشرطة جرائم سجلت كان عرف أصدقاء دي كوميسر يقول لك حرنة عملية سرقة أو سطو على منزل أو على مؤسسة أو حتى على مصرف بانكي ولم يجدوا أي آتار وسجلت القضية ضده مجهول والسارق كان جنيا يسرق ينهب أموال الناس ولا يترك أتار وهناك من يسخرهم لترويع الناس كم من أحد بل أن في بيته يسخر له جن لترويعه هتسمع أصوات أصوات مخيفة هتسمع حركات في البيت هتشعر بالقش عريرة هتشعر بالرعب ومن تم تصاب بالسكري وضغط الدم وخصمك تمكن منك والعياد بالله كل هذا محرم محرم وأتابت أن الذين يتعاملون مع الجن ويسخرونهم لخدمتهم هم في الواقع يظهرون أنهم بعيدون عن الهدى حائدون عن الصراط مقارفون للكبائر معظمهم تراه تاركا للصلاة أو مضيعا لها وتجده مجاور للأقدار والنجسات ومعظمهم في الخفاء يستعمل طلاصم ومنهم من يبالغ حتى أنه يدبح يدبح للجن قرابين يقول لك دبحت الميرة دبحت العيشة دبحت الحمو ومنهم من يبتزوا أموال الناس وهناك بعض الناس كيف يقولوا بالدرجة سرهم هم يقلبوا عليهم يقول لك مش الطماع عند الكذاب وما غير يدي من نواله يعني الحكايات حول هذه المجال طويلة وكثيرة قد يأتي يوم أحكي لكم بعضها عمرش واحد ما مربحش حاجة ما كان غير الخسرا حتى هذا الطريق كله فيه خسارة قد يكون الطمع في الأول والله تحضرني الآن تتزاحم في عقلي مجموعة حكايات حقيقية لأناس بحثوا عن أموال آخرهم شخص مغربي ذهب إلى الإمارات واشتغل كمرش التجاري كبير جمع أموال وبغير جعل المغرب يستثمر وضحكوا عليه وشراء واحد الأرض قال لي رفيها كنز ودخلوا واحد العالم وبقاك يتسلفوا كي كريدي حتى وصل كتر من مليار ونص باش يقدر يشبدك الكنز وشافوا بعيني شافوا هناك صناديق عامرة باللؤلؤ والمرجان وقال لي هذي تباعوا للأمراء والصفراء ونساء نساء الملوك ونساء وطمع بزاف وقال لي خليها احتدوز الشهر القمري عتمسها شافوا بعيني والمسها بيدي ولما مر السهر القمري تبخرت ارجع ملقهاش قالوا لي شنو وقالوا لي سيدي شو واحد من هاتلات احنايا درش خاطئة علينا ان نقدم دبائح من جديد ونقع ندخل الى خلوة ولا نأكل شيئا فيه ملح ونفعل وبقى الدوامة شهر بعد شهر سنة بعد سنة حتى اصيب بالافلس واصيب بالحمق والجنون وحكمت عليه المحكمة بان يرد الديون الى اصحابها ثم في الاخير قدث به في السجن والعياد بالله هذا ككلام كثير وقع في المجتمعات لهذا الطريق كله محفوظ بالمخاطر وبالمزالق والشيطان وجنوده كذبون وادكية يأخذك الى طريق ثم بعد ذلك يقضي عليك هناك من يخاوي الجن يقول له سوف امكنك من الطيران ويأخذك فعلا في الطيران حتى الناس يقول هذا ولي من اولياء الله حتى يطير به الى مكان معين ثم يتركه فيسقط ميتا مغشيا عليه منهم من يقول سأذهب بك الى مكان فيه كده وكده ويوصله الى الهلاك لهذا الطريق كله محفوظ بالمخاطر فربنا عز وجل مدقال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا اي وصلنا المحل الذي نجاز فيه بالاعمال قد وصلوا الى الدار الاخرة يوم الحساب الان ربنا يحكم فيهم بما يريد ولم تبقى عندهم حجة لم يبقى عندهم عذر الامر امر الله والحكم حكم الله وكانهم يتضرعون الى ربهم ويترققون اليه لكن بعد فوات الاوان فماذا كان جواب الرحمن سبحانه وتعالى قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ربنا يقول بان هذا الحكم هو من مقتضى حكمته وعلمه يعني ليس لكم الا النار والعياد بالله ثم ختم الاية ان ربك حكيم عليم اي ان علمه وسع الاشياء كلها وعمها بحكمته الغائية وشملت الاشياء وعمتها ووسعتها ثم قال سبحانه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون اي كما ولينا الجن المرضة وسلطناهم على اضلال اوليائه من الانس وعقدنا بينهم عقد الموالات والموافقة ربنا كان حاضر يسمع ويرى لما وقعت الشاركة ربنا غرهم وكل هذا بسبب كسبهم وسعيهم فان الله يؤقرر مبدأ اخر كل ظالم فوق الارض كل ظالم فوق الارض سيعطيه الله تعلم منه واضل منه هذه قاعدة ايها الاحباب ارجوكم ارجوكم افهموها واستوعبوها جيدا كل من كان ظالم فليستعد ان الله سوف يبعث له ظالما اقوى منه لينتقم منه قد يكون ظالم صغير و اربما لا يظن بان في هذا ظلم كبير ولكن ذي قاعدة عند الله تعالى فربنا من سنته انه يولي كل ظالم ظالما مثله او اكبر منه يؤزه الى الشر يحط عليه ويزهده في الخير وينفره من العمل الصالح فالذنب ذنب الظالم هو الذي ادخل الضرر على نفسه اما الله تعالى ما جنى عليه ربنا يقول وما ربك بدلام للعبيد فالعباد اذا كتر ظلمهم وفسادهم ربنا يولي عليهم ظلمه يسومونهم سوء العداب حتى قال ابن مسعود في الحديث المرفوع قال من اعانى ظالما صلته الله عليه هذه قاعدة من اعانى ظالما صلته الله عليه سواء كان في مجلس القضاء او مجلس الامن او في مجلس التجارة او في اي مجال حتى في الاسرة بين الزوج وزوجته الجيران من اعانى ظالما سلته الله عليه ولكن بالمقابل العباد اذا صلحوا واستقاموا فان الله تعالى يسلحهم ويرعاهم ويجعلهم ائمة عدل وانصاف لو لا تظلم وتعسف بعدها سوف يوبخ الله عز وجل هؤلاء الذين ردوا الحق من الانس والجن فسيخاطبهم ويقول يا معشر الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نتوقف عند هذا المقطع أيها الأحباب الكرام لكي نواصل الحديث في حلقة الغد وهذه الآيات كانت تنزل على قلب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وفي ذلك الزمن كانت البلاد العربية في مكة وما حولها من القرى كانت هذه تجارة رائجة تجارة فيها الكهانة وفيها السحر وفيها ترويج أساطير الأولين وجاء الإسلام لكي يحرر العقول ويحرر النفوس ويرفع لواء الحق وكان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات البينات يصلح قلوب الناس يدعوهم إلى الرحمن وكان يؤكد بأن كما هناك جن فاسق هناك جن صالح هناك جن متقي هناك العلويون وهناك السفليون وهناك الأرضيون وكان النبي الكريم ياتيه جماعات من الجن دعات صالحين قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به أما المشركون لم يؤمنوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بادل جهدا كبيرا في الإصلاح بادل جهدا كبيرا في تقويم الإعوجاج وبقي على ذلك الطريق يناضل ويكافح ويجاهد من أجل هذا الأمر حتى بعد الموت وعند البعث والنشور سوف ينتصب مرة تانية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع ربنا أعطاه الشفاعة الذين تورطوا الذين لم يصلهم نور الإيمان الذين ضعفوا وحادوا عن الطريق يتدخل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند أهوال يوم القيامة ويقول يا رب من احتني الشفاعة ألم تقل وقولك الحق ولسوف يعطيك ربك فترضى وقلت لن أرضى أن يكون أحد من أمتي في النار ووهبتني الشفاعة يا رب العالمين اشفع لهؤلاء إنهم قوم لا يعلمون فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخاطئين ويشفع النبي صلى الله وسلم في المتورطين ومن هم أحق بالشفاعة من صلى على النبي في الدنيا لهذا علينا أيها الأحباب الكرام أن نكثر من الصلاة والتسليم على هذا النبي الأمين لأننا إذا صلينا عليه ربنا سوف يحبب إلينا سنته الطاهرة ويوم القيامة إن تورطنا يشفع لنا وفي الجنة يكون جليسنا وأكلنا وشريبنا فصلوا جميعا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله